حشد من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يتظاهر في اسطنبول احتجاجا على الاعتقالات العشوائية المتظاهرون طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبينهم أحد رؤاساء البلديات هذا لأننا نخيفهم يستهدفوننا لأنهم يروننا خطرا لكنهم دائما ما ينسون أننا نخرج أقوى وكلما أرادوا صحقنا زاد عددنا لن نختفي هذا الاحتجاج جاء بعد إصدار مذكرات باعتقال 82 شخصا بتهمة تورطهم في مظاهرات مؤيدة للأقراض قبل ست سنوات قبل سبع سنوات كان حزب الشعوب الديمقراطي حزبا سياسيا مستقرا وسيواصل الحزب نضاله التاريخي حتى لو لم يتبقى سوى مؤيد واحد له سيستمر النضال وفي عام 2014 اندلعت احتجاجات في عدة مدن تركية اتهمت الحكومة بالتقاعص عن التصدي لتنظيم داعش في هجومه على بلدة كوبان السورية ذات الغالبية الكردية وسقط عشرات القتلى في تلك الاحتجاجات ترجمة نانسي قنقر